ايضا رح كفي عنا كتير اشي نحكي فيها استاذ غسان بس من القصص الاساسية اللي بدي احكي فيها هي انو انا وجاي على طريق انو جاي بحالة طوارق مع استبدال الاكيبات ما في خبرك شو فيها عالطرقات عجقة مثل الاول بعدين الشي اللي بتتمنى انو يكون في حدا من الوزارة الداخلية عم يسمع اكيد ما في حواجز لقوى الامن على الطرقات بلاس انو اليوم مفروض نهار مفرد كانوا سيارات اصدت اني اطلع كانوا سيارات المجوز على الطريق اكتر من سيارات المفرد ما بعرف شو تبريرهم ما بعرف اذا كلهم عندهم لسيب باسي ما بعرف اذا كلهم موظفين مستشفيات ولا اعلام ولا قوى ولا قوى عسكرية وامنية ما بعرف بس ياريت انو يرجعين نظر بجدية لهذا الموضوع وما يكون بس مجرد شعار يعني انو والله مكملين باجراء المجوز والمفرد ولكن ما في حدا عم بيرائب على الارض هذا الامر بتمنى انو تكون وزارة الداخلية على السمع بهذا الاطار شو اولك الموجه التاني من كورونا هلا بعتقد انو شكل من اشكال الاسترخاء اللي صار جمعة الماضية واضافة انو بعض المغتربين اللي اجوا ما عملوا حجر وما كان لبعض منهم مشكلهم يعني مكان مسئول لانو هذه مسئولية اخلاقية ومسئولية تجاه اهلك تجاه رفاءتك تجاه بيئتك تجاه ضايعتك فما طبيعي انك انت تجي من بره وحتى لو طلع الفحص نيجاتيف لازم تعد بالبيت 14 يوم يعني هلا جاي مغتربين بهالمرحلة الجاي هلا لازم نتأكد انو بدون يعدوا 14 يوم بالبيت يعني اليوم في بعض الجهات حتى الصحية عم بتحط الحق على انو الدولة تراخد ايضا يعني انو ما في تشدد كان بملاحقة هؤلاء الناس يلي محجورين ببيوتهم فهل فعلا تقصير من الدولة انا شفت يعني مبارح بعض الاصدقاء بيحملوا الحكومة يعني الحكومة بتعين دركة قدام كل واحد جاي من بره ما هذا شكل التعبئة العامة تعني اشراك المجتمع في عملية مواجهة كورونا وكلكم مسئول بهذا السياق وانتلاقا من هون انا وجاي كمان من الجبل كان العجقة مش طبيعية صحي وهيدا واحد اثنين المغتربين اللي عم يجوا لانو نحنا ما عنا يبدو بالاجراءات اللي نعملت بالبداية ما عنا انتشار محلي الانتشار المتخوفين منو الان هو انو عبر المغتربين اللي عم يجوا بس هلأ بالارقام الجديدة على ما يبدو في اصابات محلية كمان نتيجة هالتهور اللي عم نشوفه واضح انو وزارة الصحة يعني عم تقول مبارح انو احتكاك المواطنين بالمغتربين بدون اي اجراء باللي عم يجوا من المغتربين هو اللي عم بيقدي الى زيادتها محليا فمن هلأ وبالرايح لازم بلشوا ينتبهوا اولا اعادة تشديد التعبئة العامة وتضييق على من يريد ان يتحرك يعني الا اللي عنده ظرف طبيعي لحتى بس نحد من هاي الموجه هلأ يعني اتنين المسئولية الشخصية يعني اذا خيك جاي من السفر تحكي معه على التليشون حبه بعدين بوسه بعدين عطه بعدين بتعمله استقبلات هيدا الشي اللي صار بيعكار ويلي خرب الدنيا باكتر من محل يعني عم يجي مغترب عم يتزاكى يعني انو بدك تجي وتظهر وانت زهان ما كل العالم محجور وهذه مسئولية بدأ انتباه ومسئولية على الجميع بس كمان نحن كافراد وكمواطنين ما فينا كل الوقت ظل نحمل الحكومي والدولي عملت اجراءات الدولة اذا فيه تقصير بنقول فيه تقصير بس كمان بدأ تعاون من الناس بدون تعاون من الناس ما اي اجراء انت مع انت مع توجه لدى وزير الصحة قد يكون يعني توجه نحو اقفال البلا 48 ساعة لوكداون اقفال تام بشكل انه نرجع نقدر نحصر هالفلتان ياللي صار هلأ يعني وزير الصحة بياخد اجراءات وفق توصيات لجنة الازمات اللي عنده اياه يعني لجنة الازمات او الكوارث ما بعرف شو تسميت او الخبرة بالازمة يعني وبموضوع الصحي فاذا فيه توصي من هؤلاء لوزارة الصحة بالاقفال الان احنا مع الاغفال الاغفال يومين تلاتي حتى الان ونحد من الانتشار يعني ونحد من امكانية انتشار هذا الوباء وبنا نتحمل كلنا يعني وبنا نصبر وبنا نتصرف في شكل علمي مثل ما انتم عاملين هون تحت يعني بيفوت الواحد بهاي المكنة بيتعقم كله من فوق لتحت بياخدوله الحرارة واجراءات الجلاوس والكفوف والكمامات احنا بس بستوديو مشي الكمامة تفهم علينا شو عم نحكي ونحنا واضح انه مش بس ازمة كورونا انا بفهم احيانا فيه ناس بقى تظهر تشتغل كمان يعني واحد باليومي بيعيش بيكسب قوت يومه يعني ازمة صعبة بس كمان اجراءات بس اذا خسر الواحد صحته يعني لسماح الله مش هيقدر يرجع يقوم يشتغل يعني فكمان يعني فيها نقاش اذا بتسمحي له يروح يشتغل واخر شي يتعرض لانه ينصاب حتى ولا هو محتاج طيب ما انت كمان بالمؤابل الريسك هو انه يخسر حياته لا سمح الله يعني مش بس هو ويعدي غيره هاي المشكلة هايدي الطام الكبرى انه هو واللي حواليك كمان به ونحن سمر يعني بعرف انه بديك تفوتي بالسياسة لا بس انا بدي مهدلك يعني انه ما نحن عم نعيش اربع ازمات حد الكورونا صحي يعني الحكومة عم تعالج اولا الازمة المالية مالية الدولة مش الازمة المالية العامة مالية الدولة الدولة تفراني وشبه مفلسة وبعد معها الدولة معاشات بتكفي سنة سنة ونص اذا ما نجاب يعني مصاري بهالسنة سنة ونص ممكن نوصل لمحال بطل الدولة قادرة توفي بالاشياء الاساسية هاي واحد اثنان عنا ازمة الودائع والمصارف الودائع اه المصارف والمودعين كمان هاي ازمة كتير حادة الناس حتى مسرياطة بالمنوك وما عم تقدر توصل له وتاخد مسرياطة ثلاثة ازمة اقتصادية هي قبل 17-20 وقبل كورونا وزادت بعد 17-20 وكورونا لانه سكر البلد واختنى وهي موروسة ايضا اولا علاقة بازمة المودعين والمصارف كمان بشكل الاشكال واربع ازمة اجتماعية يعني اللي ما عم يقدر يجيب مصاري حتى لو معه مصاري ما عم يقدر يجيب مصاري صار من الناس اللي اجتماعية ما قادرين لبوا حاجاتهم هؤلاء اربع ازمات ضيف عليهم كورونا يعني باي دولة بالعالم اللي من الدول المأزومة كانت تتعاني ازمة وحدة مثل الازمة المالية ازمة وحدة بتكفي لانهيار دولة اليونان كان عندها ازمة وحدة صحيح كيف بعد نحنا قاعدين على بير ازمات نحن حاسبين حنا قاعدين على قبار نفق والبعض يعني انا مبارح مبارح على تويتر انه منهنا اصدقائي يعني بس ما كان الي جلادي ناقش حدا يعني انه الحكومة مؤسرة شو هالقلب الجريء على الحكومة ليش لانه ما عندها حاضنة طائفية لانه رئيسها ما عنده عصب طائفي وجاية من خارج المنظومة اللي حكمتنا لانه هناك من يحرد عليها من الداخل والخارج فاو بالاحرى حتى اللي عم بيحرد من الداخل هو مؤتمر بأمر خارجي في ناس متعودين على سيستر هلأ واصلين على هيدا الحكي خلينا بلش بهالأزمات اللي عددتهم واحدة واحدة بس بدي بلش بشي يعني الناس مباشرة انه هو الاقتصاد الفلاتين الاقتصادي اللي صاير ربطا بموضوع الدولار اللي صاير وشي اللي عم بتبينه التحقيقات شوي شوي عن من يتلاعب بسعر صرف الدولار بالسوق عملية توقيف نقيب الصرافين والتحقيق معه والكشف عن أجهزة الخلوي واتصالاته مع مين اتصل وكيف اتصل عم بتوصل على ما يبدو إلى رؤوس كبيرة جدا بهذا الأمر تبعات هالقصة؟ يعني أنا بصراحة من قبل 17-20 عم تابع بأنه في شي كان مفتعل بالوضع الدولار وحتى بوضع البنزين ووقت قلناها فطلعوا كم واحد سخيف وضيق الأفق صار يقولوا ايه كله مفتعل هلأ اليوم عم يتكشف من خلال التحقيقات أن أزمة الدولار بجزء منها مفتعل وهي يعني تركيبة كاملة وصلت لهون من ميلي المضاربات من ميلي الكنترول القوي على التحويلات الخارجية اللي عملتها الولايات المتحدة الأمريكية ومن ميلي عدم تدخل مصر في لبنان بالوقت المناسب وهو بيتحجج أنه ما عنده فريش ماني ما عنده كاش يعني لحتى يتدخل يومية بيحتاج حوالي عفوا شهرية بيحتاج حوالي 50-60 مليون دولار فكل الظروف هاي هاي اللي قدت إلى ارتفاع سعر الدولار وحسنا فعلت الدولة وأجهزتها أو جزء من الدولة وأجهزتها بملاحقة هؤلاء الصرافين ومن يقف خلفهم واليوم في أحد أبرز يعني شركات تحويل الأموال مطلوبة على التحقيق في هذا الصياق لأنه عم يتكشف أنه نقيب الصرافين محمود امراد كاين طالب من شي عشرين صراف قبل ما يعتقلوا بيوم أنه يشدوا الهمة بأنه نوصلوا للخمس تلاف يا شباب هاي دي يعني إذا كانت صحيحة هي تقع في باب الخيانة الوطنية هاي دي صارت من فترة بإيران وصارت من فترة بكذا محل على أقولهم مشاناقون بنفس النهار لبعض التجار اللي احتكروا وبعض التجار اللي لعبوا بلقمة الناس تعلقت مشاناقون بلحظتها وبنتمنى هلا أنه ما يكون فيه أي مداخلات سياسية لإنقاذ هؤلاء الذين جرى توقيفهم واللي هني بيتحملوا مسؤولية كبيرة إلى جانب برأيك ما رح يكون فيه هناك مداخلات سياسية بالوقت يلي عم تورد أسماء ناس معروفين أشهر من نار على علم يعني بأحزاب سياسية ومعون اليوم إذا بنا نحكي بمعلومات اللي وادة لجريدة الأخبار أحد أبرز مستوردي الدولار اللي بطل سر يعني لما نعمل نحكي عن مشاهل بكتف بطل سر هذا الموضوع فيه كونبين خلينا نقول كتير كبير بين السياسي وشركات الصرافي ومستوردي الدولار ومصر في لبنان ما هذا إلو حق يرد على أي قاضي عفواً يتصل بأي قاضي والقاضي ما إلو حق يرد على أي سياسي هيدا بجمهورية الفاضلة ايه بالتالي إذا كمل نحنا اليوم يعني أنا عم بقول نحنا أمام خيارين بكل السيستم اللي انفجر بـ 17-20 واللي هلأ عم يزداد الانهيار يعني فيه إما من رمم من داخل الهيكل ومنكون أمام ثورة قانون وقضاء وإعادة إنتاج طبقة سياسية محترمة من ضمن الهيكل من ضمن النظام وهيدا بده قضاء وبده سياسي والحكومة حطت البناء التحتية تابعه بالخطة المالية والاقتصادية بس بده مواكبة من مجلس نواب ومن القضاء وإما هذا السيستم رح نرجع نحيله للناس وللانفجار الشعبي المتوقع في أي لحظة بعد كورونا ساعتها يتعاملوا مع الشارع لأنه العالم عم بترائب والعالم صح هلأ ما أدرى تتحرك بشكل أساسي وبرده عم نشوف يعني برضه عم نشوف في شي مننا منيح في شي مننا مدفوش هلأ بنحكي عنه العالم اكتشفت بـ 17-20 أنه إه بس ننزل على الشارع وبزخم بقوة وبمطالب واضحة فيها تحقق شي فأنت أنا براهن هلأ على قاضي نزيه على قاضي قوي على قاضي بكمل بالملفات للآخر ودائما بعطي نموذج إيطاليا إيطاليا اغتالوا 3 مدعين عامين وبإيطاليا المافيا كانت أقوى من المافيا اللبنانية وعلى الرغم من ذلك طلع كذا قاضي جريئين وكملوا بالملف للآخر بمواكبة من الناس بمواكبة من الشارع صاروا كل جلسة هاو أنصار العدالة كل جلسة يقفوا حول بيته للآضي حول الأصر العدل يحموا بأجسادهم وأنا هون بسأل لما الحكومة بتاخد قرار أو مواقف تجاه المصرف لبنان أو لما القاضي بيروح بيوقف فلان أو بيطلب فلان على التحقيق وين الشباب اللي بدون التغيير ليش ما بواكبوا بالشارع هذا القضاء وبيكون فيه تناغم بين القضاء وبين الشارع لمواكبة وتزخيم عمل القضاء ومنع المداخلات ليش برأيك أليس لأنه فيه جزء كبير من هيدا الشارع ماشي ورا زعيمه ماشي ورا لدقله بالطايفة ولدقله بالمذهب على الرغم من كل الجمالية اللي عم نشوفها كنا بالشارع وانتهت الحواجز الطائفية وما إلى ذلك هل نحن عن جد عرفنا نبني ثورة حقيقية ولا رجعنا بس دقولنا بالطايفة وبس دقولنا بالمذهب وبس دقولنا بالزعيم وبس دقولنا بخليفة الزعيم رجعنا بالنهاية ردينا مع الأسف أنا كنت شايف أنه 17-20 هي فرصة للتغيير فرصة للتغيير ودفع خلينا أقول شغلي هون لما ممكن عم نحكي ممكن عم نحكي عن الكل لأنه كان هناك ناس عن جد ثوار حقيقيين وبدون عن جد تغيير وطالعين عن جد من لبوس الطائفي والزعيم بس هوليك أكتر أكلون يعني هولي نحن بعدنا من راهن عليهم الناس الحقيقيين الناس اللي بدون التغيير وإلهم مصلحة بالتغيير طيب أنا بدي سأل سؤال جمعة الماضي ترابلوس نزلوا 200-300 شاب وكسروا حرقوا طيب وينهم لين ضبوا إذا الموضوع بس جوع وكل البلد متعب ومرهق اقتصاديا وينهم لين ضبوا لين لأنه واضح ينحدد فيشون ينبدوا يبعث رسائل سياسية بشكل أو بآخر وهون كنا عم نقول مين هنحدد حدا يعني بلش تصير معقدي هلأ منحكي بلش تصير معقدي الساحة يعني رجعونا للتصنيفات الساحة السنية فيها تعقيدات أنا برأيي بتخوف صارت هلأ صار في سوسبنس زيادة بعد ظهور سيد بهاء الحريري هلأ صار في تعقيدات رح أحكي عنها كلنا نحن بمأزق كل المكونات اللبنانية بمأزق السنية السياسية بمأزق والشيعة عندهم مأزق والمسيحيين والدروس كلنا بمأزق واللغة اللي كانت بـ 17-20 الوطنية جرى ضربة مؤخرا بكذا موقف بمواجهة هذه الحكومة لأنا بعدني مصر أنها تحكم بزخم ولولا 17-20 ما إجت هذه الحكومة وبهالمعنى لاحظنا بيجي بده يدق بحاكم مصر في لبنان أو بده يحفزه ليوضح الأرقام أو ليبين إذا هو مؤثر أو متواطئ بيبين عم يدق بالطايفة بنجي على محافظ بيروت بيصير استنفار طايفة بنجي على السنة استنفار طايفة يمكن بكرة الشيعة كمان يعني أي موظف شيعي أو أي شيء يخصه بالشيعة مش هيك تنضار الدولة يعني إما يجوا هزوا عماء الطواقف الدينيين هن يديروا الدولة وتصير الحكومة هي تفتي وهي تأدي سنهار الأحد أو لا بنا نعرف شو حدود مصلحة الطوايف ومصلحة الدولة إذا انضرت مصلحة الطايفة في مئة ألف واحد بينزلوا لا يدافع عن الطايفة أي طايفة تنكانت وإذا انضرت مصلحة الدولة اعتدى على الدولة مين بيدافع عن الدولة لا بيعتدوا معه وشو الحد الفاصل بين مصلحة الطايفة ومصلحة الدولة وانطلاعا من هون فرصة التغيير اللي أظهرتها 17-20 مع الأسف أطاحوا فيها بهذا السلوك من هون ومن هونيك ورجع تقدم المأزق السياسي اللي يكون إضافي للمأزق الاقتصادي والمالي والاجتماعي وغيره كورونا ليبين عنا مأزق سياسي حاد ولو علاقة بالمكونات اللبنانية المأزق الأول اليوم هو في السنية السياسية صحيح رح نحكي عنا بإسهاب خلينا نتقل لزميلة شادي خليفة جولة سريعة اختار لألنا مقتطفات من الصحف وشالا ما تكون مطولون جدير شادي تفضل شادي